النهاردة هنتكلم عن ملخص الحلقة الأولى من مساسر منعاطف خطر واللي بيحصل في قرية اسمها أوسين القرية دي بيظهر واحد فيها ومعاه سكينة أو حاجة حدا وبيدخل مكان وبنسمع سريخ وبعد كده الدم بيطنطور في كل حدة وبييجي بلاغ لزابط ان فيه صوت سريخ حصل واللي ممكن يكون فيه اي شبهة لكن بيرفض الشخص المجهول ده انه يكشف عن اسمه أو هويته حتى رقم البطاقة مرضاش يقول كل اللي قاله انه هو شاكك يكون فيه حاجة وقال للزابط تتحركه وانا مش هقول اي حاجة عن بياناتي الحلقة بتبدأ وبنبدأ نتعرف على المقدم هشام اللي في العربية ده اللي خلاص اجازته بكرة وحياخد بنته وامه ويسافر لكن طلقته بتكلمه وبتقول ان هي عايزة شوف البنت قفل معاه لانه سمح فيه شوية لبش كده في الأوتوبيس ولما راح شاف بنت بتعايت لانه واحد كان بيتحرج بها دخل الأوتوبيس واخد الولد والبنت وطلع بهم هناك على اسم الشرطة وسلم الولد علشان يعملوله محضر تحرش وقال لهم مشوا البنت على طول من لايه بعد كده بيدخل المقدم هشام وبيتكلم مع رئيسه في الشغل اللي بيطلب منه المهمة ان هو يروح من المكان اللي اسمه أوسيم ده ويشوف البلاغ اللي جيه في واحد مجهول يتكلم لكن طبعا بيقوله انا اجازتي بكرة قال له روح وشوف لسه الاجازة بكرة مش النهاردة قال له ايوا بس لو في شوبها جنائية انا كده ممكن اتعطل ومقدرش سافر قال له بس روح لان انت الوحيد اللي اسق فيه وكمان انت عارف المكان ده كويس بعد كده منتعرف على خالد اللي كان نايم في الطراب جنب قبر المرحومة شيرين وبيصحي الطربي وبيقوله انت نايم هنا من مبارح وبيقوم وينفض نفسه وبيروح علشان يمشي وبيدي فلوس للطرابة علشان ياخد باله منها شكله حزين جدا عليها منلاقي بعد كده بيروح المقدم هشام ومعاه المساعدين بتوعه علشان يشوف الحوار ده بتاع البلاغ اللي جالهم لكن بيلاقوا اثار دم في الزرع وكمان المساعد بتاعه بيلاقي كارت بنك وقال له انت بسكوا بيدك قال له انا اسف بعد كده بياخد الكارت علشان يشوفه وبتاع مين اما خالد فلما بيرجع البيت بابا بيمسكه ويهزقه وبيقول له ما بادري يا استاذ انت لسه راجع دلوقتي ما كنت خليك شوية برة زك شكلك كده سكران وكنت في الخرارات اللي بتعرفها وبتروحها وانا داخل على انتخابات شكلك كده هتفضحني فضي جهاز زكفيه بيقول له بكلمك فين تليفونك قال له تليفوني ضاعه حشان بيتكلم مع واحد علشان يبحث له عن رأة البنك دي اللي باسم سالمة الوكيل لانهم لقوها في الارض اما بالنسبة لخالد اللي كان بيتكلم مع بابا بابا بيتكلم معاه في حوار الولد اللي اسمه اسامة اللي عابل اللي لسه بادئ اللي المفروض حياخده يتعقده معاه وحيتصور معاه علشان يوثق ان هم يتعقدوا مع بعض علشان لو عملوا العقدة حيبقى فيه مشكلة كبيرة لازم يتصوروا مع بعض وانه وافق انه هو يتصور معاه وبعد كده قال لابنه انا عايزك تهدى اليوم من دول انا داخل على انتخابات وحناخد كمان كم شهر في الاول علشان موضوع الناس اللي بتملكه بس كم شهر كده خليك كويس يعني من الاي بعد كده سلين بيفتح الباب وده دفل صغير ده يبقى اخه سلمة بيفتح الباب وبيلاقي الزابط هشام وبتيجي الام مغدودة وبيقولها انه هو المقدم هشام فبتضطر طبعا انها تدخله وبيشوف شونط وبيقولها انتو مسافرين قالت احنا لسه جاي من السفر قالها كنتو فين قالت كنا فين عين السخنة قال انتو مين قالت انا واولادي وجوزي قالها عندك كم عين قالت عندي تلاتة سليم وآدم وسلمة كبيرة سلمة راحت معاك ردت وقالت لا مراحتش معاك ليه ردت وقالت كان عندها حفلة في النادي في حاجة انا قلقت انا ركب سابت ردوا قالها فيه شبحة وفيه ناس سمعوا صريخ في بلدة أوسيم وكمان لقوا بطاقة البنك بتاعت بنتك والحد دلوقتي بنعرفش هي فين ما تعرفش انت حد من اصحابها تكلميهم قالت ايوة هكلم صاحبتها امينة بتكلم صاحبتها امينة انت لها انا معرفش عنها حاجة ما شفتهاش اخر مرة شفتها كان مبارح في الحفلة واستأذنت ومشي بادري وده اللي قالق الام اكتر على بنتها يا ترى راحت فين وطبعا بتفتح الاسبيكر والمقدم بيتكلم مع امينة وبيقول لها ياريت تشوفي لو اي حد شفها من مبارح علشان هي مش موجودة وبندور عليها وبيجي اتصال لابو سلمة من الام اللي بتقول له تعالي دلوقتي بيسيب شغله وبيروح بسرعة وامينة صاحبة سلمة بتروح لكريم اللي كان بيلعب في النادي وبتقول له فين سلمة قال احنا سهرنا مبارح مع بعض قالت له وراحت فين على فكرة بدوروا عليها وفي زابط هناك في بيتهم قلق جدا واذا منش دعوه بالموضوع ده اوعد جيب السرتي في حاجة وبيسيبها وبيمشي اما بالنسبة لام سلمة جيهان بتفتح يعني زرف كانت سايبة بانتهاء وبتلاقي فيه فلاشة بيحطوا الفلاشة على الكمبيوتر وبيشوفوا سلمة بيعطالهم رسالة بتقول لهم ان هي بتحبهم جدا وانها كان لازم تمشي رغم ان الطريقة وحشة لكنها كان لازم تمشي وتسيبهم غصبة عنها وان هي بتحبهم جدا وبتقول لهم سامحوني على اي حاجة عملتها وانت بالذات يا بابا عشان اخر مرة زعلتك والامة بقت منهارة وبتقول لها ترى البنت راحت فين وايه اللسالة دي معناها ايه الاب بيسأل الام وبيقول لها الزبط قالك ايه بالزبط قالت ان فيه بلاغ جالهم ان البنت ممكن تكون في اوسيم من لايه بعد كده بيتكلم محسن ده مساعد سليمان يحيا ابو خالد بيتكلم مع خالد في حوار الولد واللي حيعملوه والتعاقد وانه هو حياخده من فلوس دهب لما كام سنة كده يحترف ومن لايه بعد كده بتدخل المساعدة بتاعته او السيكرتيرا وبتقول لخالد التليفون ده بدل اللي ضع منك والخط انت لازم تروح تعمله بنفسك على فكرة لو عايز تتكلم انا موجودة انت قلت عندي ومشيت ومن غير ما تتكلم اوعى تكون فاكرة ان انا مش عارفة النهاردة كان ايه يعني هي فاكرة اليوم اللي دايما هو بيروح المقابر علشان يشوف شيرين دي وبيبقى زعلان جدا اليوم ده علشان بيفتكرها دايما المباحث الجنائية بتوصل بعد ما المقدم هشام كلمهم يبعته ناس من المباحث الجنائية والكلاب البولوسية شغالة وبياخدوا عينات علشان يشوفوا ايه اللي حصل بالزبط اما بعد كده فبيشوفوا عربية مش بتاعت حد بيستغرب المقدم بيحاول يفتحها وبيفتح الشنطة من ورا وبيشوف حاجة مفاجئة في حل ان الاب كمان عايز يدخل ويشوف بنته فين وفيدي اللي يقول لهم دخلوني رفضوا ان هم يدخلوا لكن مجرد المقدم هشام ما رفع شنطة العربية شاف المنظر ده البنت سالمة ماتت ومحطوطة بالشكل ده وطبعا الاب اول ما شاف المنظر من بعيد انهار وكان عايز يدخل لكن المقدم هشام قال لهم اقعد دخلوها علشان ما يشوفش اللحظة الصعبة دي ابعدوه عن المكان لكن طبعا الاب كان قلبه مفتور جدا على بنته وروح البيت وهو منهار ومش عارف هيعمل ايه بالزبط اما بالنسبة للمقدم هشام فكان بيتكلم مع رئيسه اللي بيقوله انه هو حيمسك القضية ولما قاله انه هو بكرة المفروض يطلع اجازة قاله ما فيش اجازات انت اللي هتمسك القضية ومعك واحد كمان بيعرفه على النقيب مصطفى اللي هيبقى معاه في القضية وانه المفروض انه كان شغال قبل كده في مباحث الانترنت وعنده خبرة بيعرفهم على بعض يقوله مفتاحه بيتكلم بعد كده النقيب مصطفى ان البنت سلمة كانت انفلوانسة كبيرة وعندها مليون مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بتيجي بعد كده العربية وارقامها لمين بالزبط الواحد اسمه خالد سلمان يحيا وهو اللي قاعد ده بعد كده منشوف المقدم هشام بياخد ابو البنت وبيوديه للمشرحة وبيشوفها بالشكل ده وبينهار الاب بيقوله يا ريت تسيبني معاهل وحدنا بيسيبه وبيخرج بيفتكر ذكرياته مع بنته وبينقهر وبيقول لها اغتاحي وانا هاخد لك حقك اما هنا فالمقدم هشام بيكلم امه وبيتطمن على بنته وبيقول لامه شكلنا مش هنسافر انا ورايا شغل قالت له ليه كده قال لها لما اجي هفهمك على كل حاجة بيسألوا بعد كده هشام ومصطفى ابو البنت لو فيه اي معلومة يقدر يقولها وقالوا له كمان مين خالد هل لها معرفة بيه قبل ما يرد بتكلمه امراته بيضطر يمشي لكن بيقول له احنا حنجيلك بكرة علشان نحقق معاك رده قال بلاش في البيت انا حجيلكو بنفسي قال له احنا مقدرين جدا الحالة اللي انت فيها تمام بس لازم تجيب المراتك معاك علشان ناخد اقوالها بيروح البيت والام كاريت بالشكل ده بتقوله فين البنت راحت فين ما تقولش انها ماتت وكانت منهارة اول ما شافت شكله عارفت ان البنت فعلا بيكون حصل لها حاجة بتنهار بالشكل ده بيحاول يهديها وبتخلص الحالة الاولى من مسلسل منعاطف خطر ويا ربو ملخص بتاعي ونعجبكو ما تستونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلكو كل جديد لو عايزين بقى الحالات اكتبولي في التعليقات اشوفكو على خير باي باي